لا 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 هو أنا متابعيهم بس يعني أنا ممكن أتكلم عن حمدي ووفاء يعني حسنهم أنه هم عيلة لذيذة هو ما بيعجبنيش أنا شخصيا عشان أنا بحب الشانل اللي هي بتعرض فكرة أنا أستفيد بيها لا 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 أعمل اللي أنت عايزه بس أنك أنت ترعب بندك وتخوفها وتجيب لها إفراجة لها هارت أتيك ولا جالها إياحي يعني مثلا اللي بيعجبني مثلا زي حمدي ووفاء بيعملون وهم مثلا ممكن يعملون مقالب لكن في ناس بتشوف أن ده جانب طرفيه أنا ممكن أعد أتفرج على فيديو أب بست أتفرج على مقلب أب بست قتل بيتهم وأطفالهم هما بيلعبوا يعني شايف أنهم بيقدموا محتوى جميل لكن أحمد حسن وزينب يعني لا 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 جنب في الأخر وبوزه الدنيا خالص يعني أنا مش بتابع بس المحتوى اللي بحبه مثلا المحتوى اللي هي علاقة بالسفر والدول والسياحة والحاجات اللي هي فيها يعني حاجات غريبة كده نسبة الحمدي ووفاء هم تنعين بطبيعتهم فلازم نبقى متنوعين يعني نحن يبقى عندنا ده وده لا دي ناس بتلم فلوس ده حاجة مبتزلة حاجة حاجة اللي لازم أن يبقى عليها سيطرة لازم أن المجلس إعلامي يدرج السوشيال ميديا تحت قوائمه لكن زي أحمد حسن وزينب عارف له محتوى هم بجح شوية نحن بلد ديمقراطي جدا طبعا ولازم نبقى عارفين أن في ناس هتعترف ناس هتوافق وهنتقبل كل ده